هناك إجراءات كثيرة اتخذتها المفوضية في خصوص النظام برامجها الإلكترونية وكذلك مواقعها لعملية الاقتراع بالنسبة للنظام الإلكتروني هو النظام في الحقيقة اتخذ للحد من التلاعب وأيضا كانت الشركة الفاحصة له دار فعال في ترصين وتعضيد هذا النظام في سبيل أنه منع عدم اختراقها وأنه ما وجد من عصابات أو ألقي القبض على هذه العصابة وأعلن عليها المكتب الإعلامي لدولة رئيس الوزراء فبالحقيقة هذه العصابة كانت تمتلك بطاقات للناخبين ولا تمتلك طبعا أجهزة للمفوضية لأن عندما إعلان الخبر هناك فيلم وثائقي لأحد المخازن في مكاتب المحافظات أدمج هذا الفيلم الوثائقي مع هذا الخبر لأن هذه الأجهزة التابعة للمفوضية ما ممكن تسترب خارج المفوضية أو خارج مواقع عملها لأن هذه خطورة على العملية في عملية الانتخاب والاقتراع هذه الأجهزة محفوظة في أماكن أمينة ما ممكن تهريبها وتسربها لأياد غير أياد موظفي المفوضية بالنسبة لنظام هذا الإلكتروني ما ممكن اختراقه في الحقيقة والواقع وحتى النظام الذي كان في 2018 ما تم اختراقه والدليل على ذلك لم تم عادة العدو الفرز وجدت أن النتائج الإلكترونية مع النتائج العدو الفرزي وكانت مطابقة اليوم نظامنا وفي محاكاتنا الأولى وفي محاكاتنا الثانية أثبت عمله وبجدارة في الحقيقة بعد إجراء بعض الملاحظات الفنية على البرمجيات الموجودة أيضا نحن بالنسبة أن البطاقات التي ستستخدم هذه البطاقات ستكون لها دور فعال في الحماية بالنسبة لعملية الاقتراع وخاصة البطاقة البايومترية والتي تعتبر لاسترباع الناخبين يمتلكون هذه البطاقة البايومترية التي تحمل الصورة والبصمة دكتور جميل بالحديث عن البطاقات لماذا لم يتم الاعتماد على البطاقة الوطنية الموحدة؟ المعظم العراقيين أقبلوا على تسجيل أنفسهم في البطاقة الوطنية الموحدة لماذا النجوء إلى سجلات موازية وبطاقات يصعب تدقيقها؟ البطاقة الموحدة الآن في الحقيقة لم تكتمل بالأعداد الكافية إضافة إلى هذا البطاقة الموحدة تشمل من العمر سنة إلى عمر ستين سبعين سنة أما بالنسبة للبطاقة البايومترية فهي معمول بها قبل سبع سنوات في الحقيقة نشتغل بالبطاقة البايومترية ولحد الآن اكتمل عندنا عدد 17 مليون و 200 ألف ناخب وفي الحقيقة هذا رقم لما وزعنا البطاقة الإلكترونية في 2014 نفس هذا الرقم وزعناه واعتمدناه بقانون الانتخابات أن تكون عملية الاقتراع من خلال البطاقة الإلكترونية لكن في هذا القانون ألزمنا بأن يكون هناك عملية اقتراع من خلال البطاقة الإلكترونية والبيومترية رقم ذلك نحن وضعنا بعض الإجراءات التي تحد من عملية التلاعب للبطاقة الإلكترونية لأن هذه البطاقة الإلكترونية واجهنا بها مشاكل في الحقيقة لأنها لا تحوي على صورة ولا على بصمة وبذلك كانت إجراءاتنا مشددة عليها من ناحية أخذ بصمات الناخب العشرة وأيضا هذه البطاقة الإلكترونية سيتمسح بها بعد انتهاء عملية الاقتراع من قبل الناخب وعطاه وصل بهذه البطاقة يراجع بعد عملية الاقتراع إلى مراكز التسجيل لاستلام بطاقة بايومترية بالنسبة للبطاقات سيكون استخدامها في يوم التصويت الخاص حصرا ناخبي التصويت الخاص من القوات الأمنية أو النازحين سيتم عملية اقتراعهم بواسطة البطاقة البيومترية وبذلك فإن البطاقة الإلكترونية سيستخدم استخدامها في يوم عشرة بالنسبة للاقتراع العام وأعداد هذه البطاقة في الحقيقة هي أعداد راح تكون قليلة الاستخدام لأن معظم اللي يمتلكون هذه البطاقة هم مسافري خارج البلد وأيضا بنسبة وفيات والقسم الآخر ليس لديه الرغبة في الاشتراك بالعملية السياسية لو كانت لديه رغبة لراجع مراكز التسجيل اللي هي تقع جوار بيوتهم في مناطق سكنهم وبدل البطاقة ببطاقة بايومترية كلام ومعلومات جميلة وأرجو منك أن تكون الإجابة مقتضبة ومختصرة حتى أكثر أسألك أكثر أسئلة ممكن نعود إلى موضوع سيدة الخضراء دكتور جميل أنتم أشربتم وحتى بيان مكتب رئيس الوزراء أشار إلى سياسيين رفعي المستوى اليوم مستشار رئيس الوزراء مشرق عباس صرح في إحدى وسائل الأعلام والصحافة قال هناك أسماء كبيرة شاركت في موضوع سيدة الخضراء هل هذه الأسماء مشاركة في العملية الانتخابية هل تم شطب هذه الأسماء من قوائم الترشيح هل لك أن تطلعنا على تفاصيل أكثر بالحقيقة قضية سيدة الخضراء هذا شيء سياسي والحكومة متابعة هذه العملية منذ شهر الثامن بعد أن تم اكتشافها القضية لم تصل إلى المفوضية فأن المفوضية لم تكن لها أي علاقة بهذا الموضوع أما الأسماء التي تم استطاعتها لم يتورط موظفون في المفوضية بهذه المشكلة لحد هذه اللحظة لحد هذه الساعة لا يوجد أي تورط لموظفي المفوضية مع سيدة الخضراء وليس لهم علاقة بها ولحد الآن التحقيقات لا أثبت ذلك المجلس المفوضين لم يستلم أي تفاصيل عن هذا الموضوع ماذا عن تفاصيل مكتب رئيس الوزراء الذي تحدث عن تورط موظفين في مفوضية الانتخابات أيضا تحدث ولكن لا يوجد هناك موظف الآن تم استدعاء أو القائل قبض عليه طيب نعود إلى موضوع الاقتراع الخاص كيف ستؤمنون موضوع الاقتراع الخاص تمنعون التدخل والتلاعب بالنتائج كيف ستساعدون في إيصال النازحين إلى مراكز الاقتراع يعني هذه العملية كيف ستكون هناك من يشكك أنه بعض من يتابع والمراقبين يقول أنه ستكون هناك فرصة أو حيز ربما للتلاعب أو التزوير أو أحداث بعض الخروقات وبالحديث عن الخروقات سأسألك عن تصريح مستشار رئيس الوزراء الشؤون الانتخابات عبد الحسين هنداوي بعد قليل لكن أود أن أسمع منك عن موضوع الاقتراع الخاص بالنسبة للنازحين في الانتخابات السابقة سببت أنها مشاكل لأن المراكز الاقتراع التي تم تحديدها الحقيقة في مناطق تكون بها عدد النازحين شبه معدوم إضافة إلى ذلك بعض النازحين صوتوا بدون بطاقة إلكترونية بما سبب أنها مشاكل لكن هذه المشاكل تم معالجتها الآن في هذه الانتخابات وأن الجميع النازحين تم تحديث بياناتهم ومنحهم البطاقة البايومترية وبذلك تصويت 120 ألف نازح سيتم عبر البطاقة الإلكترونية وهناك مقرات اقتراع سوف تكون قرب مقرات النزوح للمجمعات السكنية الخاصة بالنازحين وهذه ستتواجد في أربيل وسليمانية ودهوك وأكاركوك أكثر المحطات البالغ عددها 2309 محطة سيكون منها 260 محطة موجودة في مناطق الإقليم وبعض المحطات على مستوى محطة واحدة في المحافظات الباقية وبذلك سهولة تنقل الناخبين أولا لأن لا يوجد حضر تجوال في يوم الثمانية بالتصويت الخاص بالإضافة إلى ذلك ستكون مقراتهم أو مراكزهم مؤمنة من قبل القوات الأمنية ستكون هناك المراقبة الشديدة لأن المحطات ومراكز الاقتراع قليلة فتسهل مراقبتها من قبل الكيانات والمراقبين والمنظمات المجتمع المدني والمراقبين الدوليين دكتور جميل الأمم المتحدة أعلنت أنها ستوزع مراقبين دوليين خمسة أضعاف ما جرى في الانتخابات السابقة كيف سيتم توزيع هؤلاء المراقبين الدوليين على عموم العراق تغطية تغطية كل الرقع الجغرافية في العراق طبعا شكلت المفوضية لجنة برئاسة السيد رئيس الإدارة الانتخابية لإدارة هذا الملف وهذا الملف ستكون بأعداد كبيرة جدا خاصة من الأمم المتحدة السيدة بلاسخارت صرحت بأن هناك 130 مراقب وهؤلاء المثلاثين سيرافقهم 600 بين مترجم بين مرافق فرح تكون أعداد كبيرة يكون تواجد في كل مركز اقتراع مع كل مراقب ثلاثة أو أربعة من الأمم المتحدة وبذلك هؤلاء كلهم سيكونون عيون داخل مراكز الاختراع والمحطات ينقلون ما سيشاهدون من عملية اقتراع الأعداد أيضا هناك من الاتحاد الأوروبي وقبل يومين كان هناك اجتماع مع مسيرية الاتحاد الأوروبي ومجلس المفوضين وأيضا اتفقوا على أعداد كبيرة من المراقبين الجامعة العربية أيضا سيكون لها مراقبين الآن الأمم المتحدة من أول ما بدت الجدول العملياتي للاستعداد الانتخابات هي مرافقة لكل الخطوات التي تعملها المفوضية سواء كانت هذه الخطوات فنية لوجستية إعلامية قانونية إدارية وبكل مفاصل العمل كان لها وجود من قبل خبراءها وخبرائنا ومتعاونين في سبيل تجاوز كل المشاكل المراقبة الآن نحن بحاجتها العراق طلب هذه المراقبة ورح تتوزع على كل الدوائر الانتخابية الموجودة بالعراق اللي بالغة 83 ولا تقتصر مثلا على المناطق الآمنة أو المناطق اللي ما بها مشاكل أو الهادية أو الراقية لا كل المناطق وكل الدوائر الانتخابية من الشمال إلى الجنوب اللي شكرا لكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة